اشتركوا في القناة وليلعهد رئيس مجلس الوزراء في البرقي عن خارس التهني على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية والتي تأتي تتويجا لمسيرة الإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة العربية السعودية في كافة الميادين والتي تعكس قدراتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات العالمية وإنجاحها أشهد سموه بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدم وتطور مستمر على كافة الأصيدة متمنيا للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والاستهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة المماثلة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر